اشتركوا في القناة في تصريح لي الحمد لله حالتها اتحسنت اليوم ما زالت في المستشفى تحت رعاية الاطباء وممنوع الزيارة عنها اكد انها منعت الاكل وكمان الكلام لان انخفض الروتين في جسمها واكد بان الفنانة سهير البابلي كانت تواظب على ذهبها للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة واكد ان الفنانة سهير البابلي ليست في غيبوبة لكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الاطباء اكثر من مرة ودخلت في مرحلة صعبة وتعرضت لذيق تنفس ومياه على الرئة وهي حاليا لا تأكل ولكن تحصل على منومات وحالتها حرجة والاكل من الانبيب وهي على جهاز تنفس صناعي واكدت بعد كده نيفين انها كوري ابنة الفنانة سهير البابلي ان والدتها تطمن عليها عدد كبير جدا من النجوم ويسرى منهم واسعاد يونس وبيطمنوا عليها ونقيب المهن التمثيلية اشرف ساكي بيتدخل وبيبعث ناس تشوفها وتطمن يوميا عليها وكشفت عن ان والدتها تم زراعة فصين كبد خلال السنوات الاخيرة وده اثر على المناعة وحصلت على ادوية كتير جدا ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ واكدت ان مامتها كانت بتتحرك في المنزل قبل التعرض للجلطة اكدت ان الفنانة سهير البابلي تعبت قوي ولكن في صمت اكدت ان كوري في تصريح لها وقالت ان والدتها تعرضت منذ حوالي ما يقرب من شهر الى بوادر غيبوبة سكر وتم اسعافها قبل ان تدخل في الغيبوبة وخلال الفترة دي تعرضت لبعض المضاعفات وتم اجراء العديد من الفحوصات الطبية واكدت ان الفحوصات اللي اجرتها والدتها اكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب واصيبت الفنانة الكبيرة بحالة هذا واكدت ان حالتها سائت منذ حوالي خمس ايام واكدت كمان ان الزيارة ممنوعة وان هي داخل العناية المركزة وقالت يريد تدعو لماما لانها محتاجة دعواتكم وطلبت نيفين ان كوري من محبي وجمهور والدتها الدعاء لها بالشفاء واكدت انها اعلنت عن مرضها امرض والدتها حتى لا تحرمها من دعاء محبيها وجمهورها الكبير واحنا بنطلب من حضراتكم الدعاء للفنانة سهير البابلي ان ربنا يشفيها وقالت كمان ابنة الفنانة سهير البابلي ان في بعض من الجمهور قام بعمل عمره لولدتها والدعاء لها بالشفاء العاجل ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقضاء وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة